أهلا بكم مشاهدين تحية كروية رياضية عظيرة منا إليكم ممزوجة بنكهة إفريقية بمناسبة هذا الشان والعرس الكروي الإفريقي كأسل أمام إفريقيا للمحليين الجارية بالجزائر وأكيد سنتحدث في هذا العدد عن تأهل المنتخب الوطني لنصف النهائي وتحقيقه لإنصح التعبير في الطريق الصحيح لتحقيق الهدف وهو التتويج بهذه الشان مباراة نصف نهائية ضد النيجر تلوح في الأفق للحديث عن هذا اللقاء وهذا الموعد لأشبال الناخب الوطني مجدد بوغرة نسعده باستضافة اللاعب السابق والمحلل والتقني عزدين موجب مرحبا بك معنا عزدين شكرا على تواجدك معنا أهلا بك وأهلا بمشاهدين ومشاهدات قناة سلام تيفي بالإضافة إلى تواجد معنا مدرب المساعد لشبيبة الأبيار زكريا بن خنوش مرحبا بك معنا شكرا على قبولك الدعوة ومصرورين جدا بتواجدك معنا زكريا فارك الله فيك حمزة مساء الخير والجمهور الكريم ومساء الخير لعزدين الله يسلم مرحبا بك إذن عزدين نتأهل المنتخب الوطني إلى نصف النهائي على حساب منتخب كوديفوار مباراة لم تكن سهلة تحدثنا عليها زكريا ربما أنت ما كنتش من تواجد معنا المباراة لعبت إلى آخر الدقائق لعبت على تفاصيل وجزئيات صغيرة نقول أنه كل الظروف كانت موتيشة مقابلة في المستوى المستوى كان مرتفع ندية من طرف من الجانبين سواء من جانب الإيفواري أو الجزائري إلى أنه في الآخر المنتخب الجزائري كان عنده توفيق بهجم منظمة على الجهة اليسرى أتمارت على ركل الجزاء ثم تحويلها إلى هدف هدف سمحنا أن نمر إلى النصف النهائي أولا قبل أن تحتوا على مباراة مع النيجر أنت ما كنتش حاضر معنا كيف شفت اللقاء النصف الربع النهائي ضد كوديفوار ضد كوديفوار كان اللقاء صعب جدا يعني ربما اللي يدار لديفيرانس في المقابلة هذيك هو الجمهورة الجمهورة أرضية الميدان لو كنا لعبناها في إفريقيا أو لا كانت مقابلة تكون صعبة لأنه كان درس كستين فريتس للماتش هذك ضد فارق عنيد وعنيد جدا اللعبوا يعرفوا اللعبوا كورت قادم أطليتيك مو ملاحة فيزيك مو كيف كيف نجرات تجروا تسعين دقيقة يعني بالرغم من أنه الفارق كان منظم ملاحة دفاعي ولكن ما لقاش الحلول هجوميين وهذا المشكل هدا رغم من اللي بدأت لكانادا ما عندناش حلول هجومية لأنه وشان نشوف أنا على حسب النظرة تاعي يخصنا رقم عشرة في الفارق هو اللي صاحب اللمسة الأخيرة ولا قبل اللمسة الأخيرة يعني اللا الدرنيار واللافون درنيار بوس راهي ناقصة يعني احنا رأنا نسنف الحلول على الكوتي اللي رامي جيبوا فيهم اللي دو بيستان اللي رامي اللعب على الأجنيحة يعني النهار اللي كونوا في رقم تكتلها مليح تعرف تحسن ما تعرف تخلق تخلق الميساعة والأخر يصعبوا علينا ولكن كما قلت هذا الجوار ستارتير هذا هو اللي يصنع الهجامات هو الأخرى هذا ما عندناش اللعب هذا يعني ولكن بسفوة عامة كما قلت لك الإسانسية هو اللي تدي تأهل والجمهور الجمهور هو اللعب رقم 12 هو اللي دار لديفيرنس لأنه قعد يأثر على المقابلة بتشجيع تاوي الإيجابي للفريق وينخلق اللعبين يلعبوا حت طيلة أمن وطيلت 92 دقيقة ولا شحال مش طاحت ضربة جزاء ضربة جزاء شرعية وين لا نفدها اللعب إيمان محيوس لعب إيمان محيوس وين عنده كما قلت لك هذه كياسة سبيسيواليتي وينضربها بطريقة فنية رائعة وكما قلت لك العباب بهدوء الحمد لله الحمد لله يعني الأهم في مقابلات في أدوار عفوا متقدمة في هذه المباراة هو التأهل يعني التأهل حسمناه لأنه لو ما كانت هجمة منظمة ما تكونش عن نظر بالجزاء يعني كان هجم منسق على الجهة اليسارة شفنا العوا في واحد اثنين معه مزيان إلى محيوز داخل منطقة العملية تسمح أنه ناخدوا ضرب الجزاء الآن صفحة كوديفوار قد طويناها الآن يعني منتخب النيجر منتخب النيجر يعني تقريبا هو الحصان الأسود في دورة الشان ولا أحد الله هنا على المنتخب النيجر أنه سيصل إلى النصف النهائي لأنه يعني كان في مجموعة متوجد بها الكاميرون الجميع كان يرشح الكاميرون لأنه يتأهل واحد على المجموعة اللي كان متوجد فيها ولكن نيجر استطاع أنه يقلب الموازين ويتأهل إلى النصف النهائي عزدين اليوم المنتخب الوطني يتنقل إلى وهران لأن المقابلة ستجرى بالمركب الأولمبي بميلود هدفي بهران كيفاش عزدين أنت كمدرب يعني صعب أنك تتعامل مع خوصوم ربما مع منتخب إيفواري أو منتخب غانا أو منتخب الكاميرون تسهلك المهم ولكن لما تلعب ضد النيجر ضد مدى غشقر ضد هذه المنتخبات مقابلنا نظن لح تكون معاقدة أكتر وصعبة أكتر بسم الله الرحمن الرحيم كما تفضلت أخويا حمزة هضرنا البالحة على الفريق النيجيري الفريق النيجيري يلعب ما يغامرش بزاف بسحكي يغامر يدلك دونجي قلت لك يلعب على حساب على حساب الموين اللي عنده يسنك إلا يسنك في وسط الميدان يخليك تلعب يخليك كده مني قلت لك أطيت البارح تانيت بعض إحصائيات على الانترسيبشيون اللي يديرهم على الديوال اللي يربحهم اللي يربحهم هو عرفي هادشي هادا هو عرفي هادشي تانيت ينفحوا يركوپري البالون ميحووشي يرجع لورا كمتاعنا احنا شفنا لعبين بعد لعبين سانسي تدينو يفوت لان الميدان مادا ما يصيبش الحال يعمل حق ما يصيبش الحال يعاود دولي يرجع ل اللعقسي اللعقسي يرجع لالقارد يعاود دورا نان تومال لعبين هادو مالالا هادو يروح يبروفوكي يروح يبروفوكي كوا ان كنتران يبروفوكي يصنع افكاس يلعبو فيا لعبين واشا نقول لك هو فاريق مش يسهل كي ما تفضلت وقال تانيت ما جيد بوغيرا قال لك ما ميس سهل بشي كي بتنحي القانا وتنحي الكاميرون سيبادوني يا تولمون بشي لي مني هادا اللعابين وانا قلتك البرع جوريبياني مني كونتحنا مع القانا مانطعوش مع النيجر النيجر يخلقونا مشاكل يخلقونا مشاكل ما تنساش كاين حاجة تانيت تزير يلي بدل التيران النيجر هم لعبو فيا فاكستادان عندهم كالكورو بار ديجر لعبو فيه هم عندهم كالكوتو عند كالكورو بار فيه بار كونترا لكيب ناسيونال يراحت الوهران عندهم مدام اللي ملعبوش فيه لكن واشا نقول لك نورمال ما يا سير بابي اكدا نقول لجزائر ولكن في التيران حاجة وغدو خلايفو فاراتنسيون فاراتنسيون كما قلت تكلمنا على كوت ديفوار صدقت صح النيجر شكروا شكروا تانيت استانغان ورسول الفريق الوطني ان شاء الله برك انو كان يتعاملوا برك اللعابين الفريق الوطني في الهاتجامات ولا كما قال يعشار اخويا زكريا الوحد الحاجة صح قليل اللي انتباه لها وحنا تكلمنا عليها في حصاتنا ميليوتيران تحنا مني ميليوتيران وحنا فهمت يا أخويا زكريا وحنا بيقول انديس كما كان بكريا انديس اللي يعرفي العبكورت قادم يعرفي جيبا يعرفي يديا يعرفي يطموريزي ويمدالك موردار ولا انا ما عندناش هنا اللعابين اللي عندنا فلوس اغلبية فيهم عندهم نوزعات اكزاكت ودفنسيف الناس كانت تقدر تدفندي ماشي ميباش تبني اللعب سيبادوني سيبادوني باش من اللعنا فهمت اخويا زكريا ولاتوشي عن پوشي هادي ثانية تطرع الهجوم الهجوم كيما كاش واحد كما كنا نشوفه بقريب اللومي كما كنا نشوفه كاللعابين كان بوش عن مولودية الجزائر كان قلنون في ملاحة حسينداي ينصر حسينداي كانوا كانوا لعابين بنبوت الجاف ديانسي وما يفون لديفيرنسي واحد يوفي كلاف لديفيرنسي انظرك هاد الجوار هاد ما كاش على بها تانيت الهجوم يتأثر شوية تانيت كما قال زكاري تانيت سيّلي كوته ولا فا قولك لا يوجد الانتظار والجميع التقيمة بالنسبات الانتظار أشياء لا يوجد علاجاتنا يتدفعوا المعارضة يأطلن ويأتي ويأخذوا المزار أو ذلك طبعاً في نيجر ليس يتعبون الجميع والفرق في طهره هذا التقيمة التي تتعبون يتعبون الفرق يتعبون على منظب الحالي يتكلم الأنتظار وعندهم الأفونتاج تأتينا لعبوا فيه ديجا وإحنا لنا الأفونتاج للغاشي إذن عزدين إضافة إلى منتخب الجزائريت أهل الآن في المباراة إلى المربع الدهب إلى الدور النصف النهائي كل من منتخب السينيغال والذي سيواجه منتخب الذي سيواجه منتخب مدى غشقر إضافة إلى مدى غشقر منتخب النجر نتابع ورقة من إعداد الزميل علي مقروس حول منتخبات المتاهلة إلى النصف النهائي إضافة إلى الجزائر كل من السينيغال ومدى غشقر والنيجر خصم المنتخب الجزائري ونعود لمواصلة الحديث عن هذا النصف النهائي بعد هذه الورقة ورقة لزميل علي مقروس ونتابع خالف المنتخب الملغاشي كل التوقعات وكان مفاجأة الدورة أين تعلق بتقديمه مردودا مميز تكللا بتأهله إلى نصف النهائي حيث دخل الملغاشيون بقوة في المنافسة وتمكنوا من الفوز في أول لقاء لهم على غانا بثنائية مقابل هدف ليعززوا رصيدهم بعد فوزهم على البصاد إثر انسحاب المغرب من المنافسة ليختتم دور المجموعات بفوزه على السودان بثلاثية كاملة أما في الربع النهائي فتفوقوا على المزنبيق بثلاثية نظيفة ليحجز مكانه في المربع الذهبي في حين استهل أسود التيرانغا الدورة بفوز على فيلة كوديفوار في مواجهة قوية تمكن موساندياي من حسم اللقاء لصالح منتخب بلاده وفي الجولة الثانية من المنافسة تعثر رفق موساندياي أمام منتخب أغندا بهدف دون رد ليضع نفسه أمام حتى مية الفوز في المباراة الأخيرة التي لقى فيها منتخب كونغو الديمقراطية والتي انتهت لصالحهم بنتيجة ثلاثية كاملة ليحقق بذلك التأهل إلى الدور الثاني ويتفوق على المنتخب الموريطاني بهدف وحيد من توقيع لامين كامارا من جهاته أكمل منتخب النيجر نصاب المتأهلين إلى دور نصف النهائي حيث خاض مبارتين في دور المجموعات اثتعاد راسلبا في الأولى أمام الكونغو وفاز في الثانية إلى المنتخب الكاميروني بهدف باداماسي ويزيح في الدور الربع النهائي المنتخب الغاني بهدفين مقابل لا شيء ليكون بذلك الحصان الأسود في الدورة المربع الذهبي اشتعل قبل بدايته وكل المنتخبات المتأهلة تطمح لحصد اللقب القاري خاصة أنها قد تكون آخر دورة وأفضلها لحد الآن إذن كان هذا التقرير لزميل علي ميكروس حول المنتخبات المتأهلة رفقاتها الجزائر إلى النصف النهائي شفنا منتخب المدى غشقر منتخب قوي جدا أفضل الهجوم في الدورة سجل 80 أهداف منتخب من حسن حضنا لنتفديناه في النصف النهائي شفنا منتخب سينيغال كذلك منتخب غني عن تعريف سينيغال منتخب قوي بدنيا كذلك تقنيا ومنتخب نيجر الذي سيواجه الجزائر وكذلك منتخب عزين يعتمد كثير على الكورات التابتة الكورات الهوائية قلت لك يا خي قلت لك البارحة ديجالي ديول آيريان هم يدو دو كونتر 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 الآخر القانا دو 13 القانا ما همش الفريق السال المحسوب لقصار ولا طرح ديول آيريان دوهم د نحن اسم ل environments نحن 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 دائر نحن نحن قليلا نحن احتسان于 ولاول كان 就是عرج الإميل والفريق وجدت اكتش 是 bug vä Judy انظر كورة قدم انظر البقبة انظر التميج الصعب انظر ماجه night وحد ماجه دي يكون معظ ماجهة الثقوم بسبب النهاية انظر كتظ decide هذا المstad انظر ايه او وerstى tirage ويجب أن يكون في مدى قذكار ونحن نتعرف بشراح الله فينا زكارية تقيمك تقريباً مستوى منتخب النيجر الذي يتأهل إلى نصف النهائي نقول أنه منتخب لا يستهام به لا يكن ينتظر أن يكون ولكن مدامه حاضر في النصف النهائي هذه هي صريحة الناخ بروطاني مجيد بوغراء قال أنه مدام المنتخب تواجد في النصف النهائي فهذا يدول أنه يستحق تواجده منتخب يجيب الحاضر منه أكيد أكيد هذا الفريق لعبنا تدور بنا كلنا نفسنا عليه على الفريق المحلي التالي هو فريق منظم هو فريق منظم دير كتلة كما يقول لك بلوك با عنده زوج عنده دوز أطاقون كما يقول لك عندما يحصلوا إلى الدخول مع التالي يساعدون على الأطاق على الأطاق على الأطاق على الأطاق على الأطاق لأخذ الموفولوجية يحصل على الوقت للميليوترين يلعب كثيرا يلعب كثيرا ويمكنوا داخل عندهم دوز أطاقون يلعبون ولكنهم يديروا يعني فريق ما يستهن شبه هذي مقابلة واحدة كي تكون مقابلة واحدة ما كانش مباراة سهلة لانه اللي راح يخسر راح ولكن ولكن دفاعيين هما عندهم المورفولوجية بنية مورفولوجية كبيرة وان راح يديرونا مشاكل لانه احنا راح نلعبوها العرضيات راح نخرجوا اللي كوتيبش نلعبوها العرضيات نلزم هذه الخطران نغيرو نغيرو نفاريو لازم ننوعو من الهجمات تتوعنا نسيو كيفاش نخرقو الدفاع من القلب وعلى اللي كوتي نفاريو باش نلقاو الحلول رابيد مو لازم نلعبوه اللعب سريع وكي ما قولك سريع جدا باش نبقتوهم لانه لو اللعبوه بلاعقلو بلاباس بلاعقلو ونخرجوه ونديرو السنطر وقرانا المنافس يعني هما راح يكون عندهم الوقت باش يعودوا يرجعوا ليبال بالراس ومنتخب قوي هو الدفاعيا شونا ضد الكاميرون؟ يتكتل مليح يتكتل مليح وتطيلوا يعني وقت كي ما كتقول تكون بناء الهجمات الباطئ أو تحول هجومي باطئ راح يعني يرجع لوراي يقول لك لقع للمساحة صحي يعني نظن هادشي هادا للسطاف تعنا بوقرة ومطمور ومصباحة نظن مالا قراء وقراء 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 وعالفارق هادا وانا عينو لدعلي ديطايل للأمور كي ما قولك القوة تحهم والضعف ديالهم قراء وكامل إن شاء الله راح يلقاوها حلول ولمالا ولازم يكون تطبيق خويا زكريا صح ومشاك تقول نتعار سطاف تيكنيك لكي ما تجد بوقرة كي ما صباح كي ما تمور رم عارفين لازم لعابين يطبقوه هاو المشكلة لحنا لازم لعابين يطبقوه وعلى باله كيفاش يلعب الفارق نيجيري واني فهمت كيفاش يلعبه هاو مالذي يطبقوه هادك الـ هنا هاو مالذي يطبقوه المقابلة المتوفرات كانت تحكيهه سيهل مات لكي اقرأ يضع الأراضي لكي دوسنا على كو ديفور نعرف اللعب الجزائري راح ينشوفه مستوي احسن هاو مالذي يعبوه سيكون مقابلة كي ما قولك معيار ليهم هادا ها راح يلبيرهم نظن نظر كي كوان عندنا تتكاة بالنفس تموناحهم تتكا اكتر نظن بالله راح يديروا هاد زوج مقابلات إن شاء الله في أحسن مستوى إن شاء الله يعني وانتفادوا الأخطاء الدفاعية شنا ضد منتخب كوديفور في بداية اللقاء تمرت عبداللهي الخاطئ آه إلى الحارس المرمى كلفتنا بطاقة حمراء تخيل كان قادرار ما ما بيسبب البطاقة الحمراء أن كلفنا أقصى علش قاعد تقنيينا ميحكيوا على فورماسيا لو نعاود نقول لي تلت أسابيع أقل نشوفوا عبداللهي في الشمبيونات تعنا دار لأباس هكذا بدأت البارادو وينس جلال يوم هدف يعني هادو ما لزابيتود هادو كيما يقولك لزابيتود اللي نستهزو بيهم في الشمبيونات تعنا هاد العامل هادو هو اللي يخص اللعاب الجزائري يخدم عليه يخص المدرب الجزائري يخدم عليه يخص الفرق الجزائرية تعمل عليه هادو الجانب هادو الطاكتيكي والصرامة في اللعب باش ننطلع نحسنه من مستوى اللعب لأنه تقنيين لعب الجزائري عنده تقنيات عادية أو مهارات عادية جدا يعني نقص تعالى ناس كيما لو يقول خويا زاكرين ناس هادو كين باس تيليميني كاتسان جوا هكذا هادو كين باس هادو كين باس تريبلي ثلاثة أربعان تايا تعي في راح هادو كين باس تيليميني كالنس والأباسي خادرنا عليها كرا وعاود جبد الموضوع أخويا زاكرية أباسي لي عندي يسفنصاب لازم من الأول دمنيك ونصغير تتعلموا كشي باسي البيضابوي الضوزاج في الوقت المناسب ولازم تعطيها ها هو المشكلة وراء الكبيرة واني متأكد عبد اللهوي كي يعطيها القندوز هادو كالقاردين ما يعطيه لهش في رجلو المنيحة موسيقى ها هو الضربات ها هو الضربات ها هو الضربات ها هو الضربات وهل لاباسي لاباسي متأكد ومضربين المناهم ليس مضربين عليهم أن يقوموا من داونا بطارهم شهادونا ومعشي ديلاباسي ويعلموا دلاباسي من خروج بناء تاني بطارهم لا بس هادونا więض رؤية هادوه من تأكد من هادو كورتا قدم تأصى كما كانوا أزمان كما كان القلة لرامدولكا تانية ولا الباقي ماشي هو معشي دي لاباس تعطيها الوفة أنا لعبت مع حمزة حمزة غوشي كيش نطيلو فلا درواتينا لعبت مع الزكريا درواتي كيش نطيلو فلا غوش أنا لعبوا في فارق واحد هادي هي ولكن واش نقول لك هادي الافورماسيون اللي روي تكلم عليها الزكريا عقدات تمشي واش نقول لك غلطة غبية كل حياة و هذاك كان في عالانسي بالله كان في عالانسي يستطيعين من عالانسي من صندوق كذلك يدخل ماتوي أو دو ماتوي أكوز يعاني التكنيج النورمال إيو تهيطة لا لا يشارك في نسب نهاية لا يشارك في نسب نهاية لا ما ثم قسرينونا في هذه التلواتي مهم في نهاية أocyقت لماذا نقوم بسرعة ما أقول لك هذا كانت ربما ممكن تكلفنا اقصى لعب عشر لاعبين تخيل لأنه كنت تبقى 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 لاش نلعب وبقينا بعشر بسعى لاش نقول لي تماما كان عندي ليس باس ميم الكورتيعو لو كان جاولي شوف لو كان كان يزيماش نوريك الوقفة تعوليتي فوس قعد هو لي حتى تموقع اسدين ما نقول لك مما ما يكونش في هذا المكان ما يكونش تماما ميم را بوزيسون تعال الكورتيعو موسيقى الكورتيعو عندما يبقضي بلوزك أنها قامت بلوزك انها منهر حتى السلطة موسيقى كورتيعو حتى تصدر موسيقى ليساو موسيقى أرى حتى سعيد ولم يتفضل أخي حمزة يكوني جميعاً كان كثير بالنسبة للمدافع مدافع وسط الدفاع أيصر كان كثير على الطرف الماء هو دائما يحني إلى رجل اليوسر يكونون عفريه كان هو ضاير أيصر يأتيك يحبسه كي نرى ويبدأ هذا الجزء و هذا لم يتبقى و بالمدارة أما أنه يجب أن يتعرف أما أيضاً البيض يجب أن يتعرف أن يتعرف إنه يخطأ المشهر نعم هذا نعم يتعرف على ضرب. حسناً في 200 الماضي و تستطيع الرجل تسمح دائماً تلتعي كما شفنا الاقصاء مع الكامرون مع الجزمان مع الفريق الوطني كيف كيف إيها ماركات جداً يا ملأك وشكراً لهذا الفتبول فهو العلمي فهو العلمي يجب أن يجب أن يجب أن تقريبه نعم الأخطاء وردة في كورة القادم ولكن الخطأ لا يتعاوج مقابلتين لا يتعاوج من المطلوبة في الفريق الوطني نعم لأنه شفيت عليها شفيت عليها الشفيت عليها الماتش هذاك وإن كان عاد من ترابوشت على الفريق الوطني مرتى للجور هذك اللي لعب فيه لعب ولا اليوم مع الفارق الوطني غد من ذاك لعب يعني هذا هو اللعاب المحترف اللي ربما عنده النقص نحن اللعبين جزائري من ناحية التكوين خاصة من ناحية ناحية التكتيكية ناحية التموقع أنا نذكر بلما احترام للفارق اسم الفارق ما نتحدش على اسم الفارق هو كذلك للعبين كين مدرب أجنبي لما تولى زمام العارضة الفرنية في أحد الفارق في الحصة الدريبية تقريبا نصف الحصة الدريبية وهي في موقع اللاعبين يهبط إلى أرضية الميدان هو يقول لعب أين التموقع في فارق يلعب في رابطة المحترفة الأولى فارق كبير يعني هذا ما تشوفوش فيه بطولة أخرى عزدين هذا يرجع لنقص تكتيكي ونقص تكوين لدى اللعب الجزائري هذا زكريا مدرب اسمحني زكريا هذا زكريا مدرب ونتحدى قاعد المدربين يلا من راحة ماربوك هل يفعلون يديروا الكوريكسين كلا تشوف انتا غلطة في الانترنمو أو لا في تنسى اي ماشد اميكاسي أو لا ما تشوف أو لا ماشيكس كلا تشوف غلطة تشوف غلطة تشوف غلطة سواء غلطة كما يقول تكتيكية سواء مؤسسة سواء تكنيك رو حب بسو كوريجي نمي كوريجي وش هوا المشكل وره هوا كلامي لي وصلت ما أبع رادو درها أنا أنا متأكد ورعب مهو ديها من مدربة دكتا عمود داتو ما كوريجيه لوش ما تقلوش نور ممون فاليسا ولا رحوا شافوا للفيديو قالوا لور ممون ديرها كده كورتا عمودة درها لا محنة في الدرها لاننا نشوفه ونفو ديها هذا هلوش نتكلم عليه ما نتحطوش أنا أنا نعليه لعب في الأكابرة المنتخب رطاني لا نقوله جيهوش أنا نقول لك حتى في الشبان في الشبان تلقى أنا نشوف مدربين في خلال مقابلة شبان أثناء البطولة المقابلتها رسمية نتحطو المدرب يصرخ على اللعبين يصرخ يصرخ ولكننا نتمنى هذا السورخ يكون في حيث تدريبية لأنه نهار المقابلة الرسمية أكا يعني راكا جالس ونجه الفائلق ديالك أنك على بالك وشكين ولاك تلاحظ إذا كان خالل تلاحظه تعال جوه في الحيث تدريبية نحن العكس في المقابلات الرسمية السورخ يعني الاشتباكات مع الحكام يعني يعني الطفل الصغير يشتابك مع الحكام يعني حتى الأكابرة مدرب الميحب يبرر نتيجة يبدأ يشتابك مع الحكام ويخرجوا البطاقة الحمرة يعني نفس الأسطوان هي يقول لك هي في التكوين يقول لك يقول لك يلاش تلبو يدرب يصرخ عارف بليك في طيلة الأسبوع مخدمش يقول لك يقول لك الإنسان ولكن كل واحد يطوم في رامو هذا يطوم في رامو كائن مدرب يحب يعيش معه اللعبين ويكونوا اللعبو يحب يعيش معهم يقعد يصرخ بوارهم لأنه الله بوطحهم وما تكون قريب عليهم لك معهم مشاهدة شاهدون من أهلي كلا شو يصرخ تسمعه ما خدمش الأسبوع كايني ما يشوف غلطة قد راسوش لا كايني عندو شخصية يكون محمس على الحكام تحتية تاكيد والمباراة تكون عندها أهمية ولكن شوف أنت مدرب في الفئات الصغرى من يبدأ اللقاء هو يشتابك مع الحكام حمزة هذا لو الحلو الموضوع هذا رح ندخده ربع سوائع لأنه هذا المدرب راه عليه بريسون كبيرة من عد من ناحية نتائج من ناحية نتائج والعامل في الأسبوع ماك وهذا مشكل كبير جدا لأنه باش ديمون دي تالي اترياس اكترس 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 اتريس نتائج تكوين لأنه رابط بالنتائج عبر العالم يعني رفق عامل من من فرق تعالويل إيرا يحتل للصمان ومن المدرب تعالف الفئات شبانية لازم يفوز باش يقعد لو ما يفوز يتناحى هذا مشكل كبير وهذا نحلو له حصات اكترس نحلو له حصات كبيرة وهذا هو المشكل تعالف هذا الفارق الذي يرى في المحلي جاز على هاد الاندية هادو هادو لعبين في الولاي لعبين في الديفيزيون انفرير عامل نحقوا اليوم عند بوغراء اليوم بوغراء لا يقدرش يتكلم على هاد الجانب لأنه يدعمهم يحملهم ولكن اكيد بعد هاد ترنو هادا راح كي نقول لك البيلون نشوف البيلون ندرس البيلون نقوله Mathematica Mathematica الى positive من البيلون تكنيك على بالب الذي يفادر ديشوز اكيد سنواصل الحادث عن كل هذا عزدين وزكالي الحديث معكم شيق مشاهدنا الكرم سنواصل الحادث عن كل هذا بعد هذا الفاصل تكرموا بالبقائم على الفاصل بعدها نواصل سنبكم من جديد مشاهدين الكرام عدنا معكم في هذا الجزء التاني في حصة من قلب الشان من قلب الشان مشاهدين نتناول فيه اهم ما يدور في كأس المماليفريقية للمحليين وتحدثنا في الجزء الاول عن الفرق المتهيلة للنصف النهائي وعن المنتخب الوطني وخصمه المقبل منتخب النيجر كنا تحدثنا وعيده كذلك الترحاب بي الضيوف الحاضرين معي اكيد مرة تانية عزدين وزكارية تحدثنا في الجزء الاول عزدين وزكارية عن يعني اخطاء الذي من المفروض ان تفدها في النصف النهائي حتى لا نقع في المحضور ومن يدري ربما قد نغامر بالاقصاء يعني شفنا اخطاء ضد منتخب كوديفوار كلفتنا كادت ان تكلفنا غاليا يعني لو لا خرج منتخب منتخب كوديفوار بالبطاقة الحمراء كانت تفوق حتى وكنا حداش ضد حداش شفنا المنتخب الإفواري في الشوط الثاني سيطر على وسط الميدان وابقى بقينا بحنا بعشرة أو بحداش نلعب كانت ربما تكون امور اخرى متمنى ان تفادوا هاد الاخطاء الدفاعية تحتو دايما على زكارية النصف النهائي منتخب سينيغال منتخب متغشقر النصف النهائي قوي جدا منتخبين قويين يعني صراحة وجب الحادر من النيجر والنيجر منتخب محترم الاخر لكن نظن انه يعني لو انا كمدرب وخيرت بين خصوم الثالثة اللي اخترت النيجر على حساب سينيغال ومتغشقر اكيد اكيد لانه منتخب سينيغال منتخب منظم تقنيين فريق ممتاز يعني يحسن يلعب كورت القادم ومنتخب مدغشقر يعني نتمتع انا كنشوف يلعب نتمتع يعني في لعب كورت قادم يعني هذا ماشي جديد علينا لان اللاعبين تاع مدغشقر لعبين تقنيين يعني كان عدنا في شامبيونات تاعنا وكان نخرج احسن لعبين طرون جاي واماد وكان نلعب في شامبيونات وكان در كما يقول كمشور طيب يعني ما يبين تاع مدغشقر لعبين تقنيين يعني يعني يلعبوا بالبليزير يلعبوا عندهم فنيات يتحركوا مليح في الملعب وان يلعبوا يلعبوا يعني بدون ضغط بدون الاخر يعني هو لنا نشوف هو المنتخب لقريب النهائي يعني منتخب ممتاز جدا منتخب سواء منتخب سينيغال او مدغشقر عزدين منتخب قويين منتخب المواجهة بين هذ المنتخبين رح تكون قوية عزدين كيف شوف هذ المواجهة بينهما ديني مناطر نقوم بينتهم بالمدغشقر و سينيغال كما تفض الخوية زكريا سيراتيكنيك سيراتيكنيك هذي عندهم هذيك الحاجة لكيف كيف ولكن نرشح تيكنيك مون بلوس المدغشقر ففلاتيكنيك تحمي صعيف كاس و عندهم واحد ان في ناس كيدريب لكتحسب اللي يدريب لا صح ما تنضيك الفارق سينيغالي فارق منضم منفارق تاني تعنده قوة بدنية اكتر من فارق مدغشقر و ما تنساش فارق سينيغالي راح الكاس العالم ولعابين كبار يلاعبون في الخارج منهم ماني منهم كوليبالي منهم الجول هذي كتاع تشيلسي عندهم لعابين كما نقول رام في مرحلة تكوين وتع نتائج مليح الفارق السينيغالي كتولي التاريخ ولا تكوين تحوم ولا ما بيانسير ولكن الفارق مدغشقر تكنيكمو أنا بورمو بورمو سيلا مياري كيب دوتونو ولكن جايز يمدوها مياري كيب سيبين الفارق الملغشي والمالغشي واليدي هذي مام جكروا أبال غاردين أبال غاردين يتعنا لمليح الميار جوار يخرجوا من تما ولكن نتروف للميار جوار يدوهم فارق مدقاس للميار بيتر من عندهم بانشور بانشور سينا كيب لي تلعب كورت قدم وشوف أنا نرشحها تروح اللهم فينا على أكس الفارق الإفريقي الأخرى مدغشقر لما شاهدنا الأهداف تقريبا اللي سجلتها فارق الوحيد اللي سجل في عمق الدفاع تقريبا كل الكورات كانت تأتي الأهداف تقريبا كلها تأتي على الأطراف إلا فارق مدغشقر يمنش في قلب التفاع لأنه عنده لاعبين مهاريين يصنعوا يترق يفعل الان يدخل يحوص البرفوندور ويروح صح الموذم تاريزا تاكنتا وهم يزيد يحاونك في السابل في الميز أبل كونتر يحاونك انت كميطان ميليو تيراك عبط تشوف ميليو تيراك تشوف لاتا كونتاك واحد تيراك مننا واحد تيراك 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 لعب معك عندك حلول بزاف عندك حلول بزاف كين حاجتين الفارق مادغشقر شفتها ان دوزيام ميطان ممان دوزيام ميطان بلو دو سواصنة ميليو تيراك في 4 في 5 يدير البريسينك ما كش مشكل يدير البريسينك في الكون تيراك الجزائر اهل محمد داقاسكر يجب نرد بالنا دائما الفارق حتى الفيزيولوجية لعبه وملاعبين قصر القامة ولكن سريعين جدا وتقنية هذا هو اللي يخلهم وش يطرح مشكل الدفاع المنتخب الجزائر كنت وش حكيت لأن يجوز لا يرحوش على الأطراف لأن اللعبين عندهم قام قسيرة ما يقدرش يروح على الأطراف ويدير السنتر لأنه ما عندوش فلاريسيف سانسير جوار قام تحب قسيرة لهذا عندهم لدرواتي هذا كلاعب على الريواق الأيصر والقوش محرز محرز يروح يعود يدخل على الرجل على البي فور تاعه باش يوم فلو بي شفنا وين لعبه يعني يسجل الأهداف وين راح على الكوتي ويدخل وسجل الهدف تاعه يعني لعبين مهاريين يحسنون لعب كتير يعني في بيناتهم للكورات القاصرة وممتق يمشي يمشي يلعبوا قبل منطقة 18 يوسط الدفاع في عمق الدفاع كورا قياء سينيغال تكون مقابلة جميلة يعني وإحنا الأخي لا تكاليفين لازم تكاليفين باش نحوز على اللي راح تتلققوا بهم سصار ديفيزيل سصار ديفيزيل النقاء راح يكون صعب أكيد بين الفريقين نذكر أنه كذلك هذا الكأس الإفريقية أو الشان هي فرصة للعديد من العديد من اللاعبين للانتقال إلى فرق فرق سواء أوروبية أو إفريقية أو يعني فرصة لإحتراف عديد من العناصر لجميع المنتخبات المشاركة هذا الشيء اللي احدث مع لعب المنتخب الوطني قندوسي للتحق بالأهل المصري عزدي كنا تحدثنا عليه في حصة في العدد الأمس قلنا أنه قندوسي التحق والأهلي سمح للعب أنه يبقى مع المنتخب الجزائري البعض يعني ربما عرادوا تشكيك في هذه المعلومات يعني أنه يلعب يلعب النسف النهائي بعدها يغادر لأن القانون آخر يوم في المركات وهو يوم 31 جنو سيلعب النسف النهائي على الساعة الخامسة بعدها يتم تسجيله على الساعة السابعة أو ثمينة مساء في نظام تياماس باش يعني اللاعب يقدر يلعب النسف يعني بعدها النهائي غير ممنوع عليه أنه يلعب النهائي ولكن في الآخر يعني كما تحدثنا وقلنا الاتحاد الإفريقي يعني القوانين واضحة الأقارض من الكاف وكن أكدها الكاف في بيان له أنه يسمح لهذا اللاعبين الأفريقاء بطوير إمكانياتهم اللعب يعني العبرة ليس بتاريخ إمضاء اللاعب ولكن العبرة بتاريخ تقييده مع منتخبه في المشاركة في هذا المنتخب لما يتم تقديم القائمة لاعزين لما يتم تقديم القائمة المشاركة في الشان يكون اللاعب محلي لما يكون اللاعب محلي يساعد تقديم القائمة في الشان فهذا يكفي بعدها لو يحترف خلال الشان عنده الحق أنه يواصل الشان مع fence أنا لا لكان لعب والغرض من الشان هو تطوير مستوي اللاعب لأنه لأنه تعرف القائمة لتقدمها أي فارق لأي منافسة تعطاها قبل بداية المنافسة الكأس العالمي الأندي هذا الأيام ولكن القائمة وضعت من قبل وقندوسي لم يكن فيها أنا معك وشك تعدر ولكن دوك هو لعب الفارق الأهلي والأهلي يتحكم في العقل الأهلي بركنت منهم ورونة تانية أكيد أكيد لا حساب البيان كاي الناس كانوا يقولوا كده وكده قلنا أنه الأهلي يعطيك صحة على كل حال لمن فارق الأهلي قلو له يعطيك صحة لما سوف يخلل الجوار وبروفيد للكيب ناشونا لنا هو لو كان داره فلا لسلاح تشارك في لكوب ديمون ديره خلاص لا مرتبط باك لا والآن بالبيان الذي نشرته خطعت شك بالياحة ربما الآن عزدين ربما الآن في النصف النهائي رح نشوفه قندوسي بمضاعات ذات الوزنة فضرنا ننشاهده كما الفكتور أول ذكرية اشتروا كيف مجموعة ذات الوزنة وحيوف المساعدة على القديم ماذا نريد حيث يدعون على التجار في عاماتي وحيوفها 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 نريد أن يقول ذات الوزنة هذا هو هو الوزنة يجب أن يوستمره ونحن يؤلمه يجب أن يقومهم في الأمام لازم يعاونه هو اللعب لبس بها في البطولة تانا البطولة تانا في نيفو تانا احنا نتمنى ان شاء الله النيفو زيدي يطلع مع فريق الاهلي سيرمون زيدي يطلع هنا هو فريق عالمي وفريق القرن فيه إفريقيا ان شاء الله ربين تحو لماذا لا الاهلي تكون محطة فقط يزيد يطور من الاهلي لا دا بينها بينصير يكونهم باصاج والدنيا هم عندهم ديجي علاقات كبار مع البرتيغال عندهم بزاف لعبين مصريين يروحوا يلعبوا في البرتيغال في البرتيغال شاء الله تكون هذي بوابا باش يروح و باش داته شوف باش داته الاهلي سيك عنده ديجي علاقاتي باش يلعب في الاهلي شاء الله ينجح هذا وش نتمناه اكيد نتمناه انه ينجح لكن شفنا بعض قول المنابر الإعلامية انصح التعبير استاءت من من دخول مدير الانتدابات للأهلي إلى مقر سيد موسى في حين تم منع بعض الرؤاساء من دخول إلى المقر رئيس مولودية الجزائر حاجر جم أو رئيس وفاق ستيف عبد الحاكم سرار من دخول إلى مقر إلى سيد موسى مقر انه يتربس المنتخب الوطني وسمحه لمدير تعاقد بالأهلي إلى الدخول أنا ربما نشوف أنه شيء منطقي لأنه اللعب جاء بعد الاتفاق على كل شيء وجاء فقط للإمضاء لماذا يسمح لحاجر جم بالدخول أو لرئيس وفاق ستيف بالدخول إلى مقر تربس الفريق الوطني لأنه سرارة يلتقي باللعب خارج المقر لماذا تحويس تدخلي إلى المقر حاجر جم كذلك هل راح يمضي معك؟ محش يمضي معك راح يمضي معه الأهلي كانت مسمح للأهلي شاهدنا بعض المنابر هولت الأمر وكيف يسمح للأجنبي ولا يسمح للجزائري عز دين يعني ما زلنا في الخطاب الشعباني هذا هو العادي منك ما نقدر جاء على السيجي هذا يا حمزة هو من حقه هو العواء أين هو المشكل؟ لماذا تداد العقدة؟ هذا الاربريزنتان الأهلي هذا اللعب أو اللعب عنده خلاص هو يتحكم فيه ويتحكم في العقدة حدا رجم هذا تعملوا ديت الجزائر ألا بلك علاش يقال يقال بللي ما زلت من وتائق تاقن دوسي كانوا ما عند مولو ديت الجزائر عقد دا كانوا يقولوا وسمعنا البارح يقيم عند الضيف دوسول سوفيسي يلقال لك الوتائق تاقن ما زلهم عند مولو ديت الجزائر يعني أنه كان فيها مفاوضات ياتك صحة قد ها رئيس فارق وفاقستي وشفنا رئيس النادي الزمالك اللي كان تفاوض كدلك ومع اللاعب يتفاوض مع الناس كامل يعني ولكن هادية كان يعني بيحوستو كل التسجيلات الصوتية لرئيس فارق وفاقستي وتسجيلات خطيرة يعني بانسير هاد شي هذا شوف هاد ضيف على كل حال جزائر ضيف وحنا أولوية للضيف يعطيك صحة وهذا الضيف هاد الفارق لو اسمح للعب يقعد يزيد يلعب كان قادر يقول ودكتور فتكابتك ويجي القاهرة رك معنا خلاص ونحطك فلاليس لحنتلعب لك وبديمون دي كلوب هادي هي عدا شي طبيعي ما فيهوالو وهذا عرض جمه وهذا سرره واشوش تيره في سيديم وسنتي وما دون نعم مش عارف علاش وهذا رئيس مجلس نحترمه على كل حال بحكم يعني بحكم هو كشخص ما نتحتوش عليك كشخص نتحتو عليك رئيس فارق انت كرئيس فارق ما عندكش توقيع مع الله ما حش توقيع معه لماذا تريد دخول إلى ولماذا تحامل في الدفاع عنه يعني هل ندافع هل هو لعب سابق للصافيرات ويكون الدفاع على لعب كورت قادم هذا شي مفهوم ولكن هذا مسير نعرفوا أنه مسير والملودية ما فيهاش استقرار اليوم ما هو حجر ما غاد يجي مسير آخر لماذا تكون هذا التحامل وهذا يعني هذا البلبلة على هذه النقطة بالدات أنا يعني نوافقك كما قلت انت هذا إنسان ضيف بالعكس من المنفروض يعني هذا ضيف ونسهلوا المهم ما لهذا اللعب اشي روح ييعترف جمعه تريكو جمعه هكذا باش يتصور هاداك اللعب هاداك بتريكو تعلقه يا عزدين هاك فيها عدة بروتوكولات مش هي هكذا هادو مهابل يا ضرور يستوي يعني والله العظيم يا عزدين بانتوسا لانتريسي لك شكون اللي هو اللعب قندوسي انسور اللعب قندوسي ما عامل يتعامل يتعامل مع بوغراء اه دونك أكيد أنه بوغراء عرف بلك لإتيجاه عقم دوسي وين حاب يلعب نوك وين كانت عنده على باله شكون يدخل نوك باش ما تكونش راح باش يخرج باش يسيني يبرك باش ما تكونش بالبال نوك لو كان حلو البيبان مع الرئيس تاعه رئيس تاع المولودية رئيس راح يتفاوض يعني كان يخرجهم يخرجهم مشان ما يلعبش ما يقدرش يعني يخرج ربما عشر تقايق باش يسيني عاودي ولي حتى المنابل الإعلامية اليوم عزيزين أصبحت أصبحت منابل شخصية لقضاء مصالح شخصية يعني نشوفو في اللقطة اللي أظهروا فيها اللعب اللعب ببدلة المنتخب الوطني هدي في سيدي موسى لماذا تتم لأنه ربما يعني نتحلو بالموضوعية نتحلو بالأخلاقيات المهنة حتى أن تتناصر هذا الفارق ما يمن يعني هذا الأمور لما تكون تقدم في مادة إعلامية تحلو بأخلاقية المهنة ويتكون موضوعية في الطرح يعني اللاعب هذا راح يمضي مع فارق الأهلي اللي قال عزيزين يوم هو ملك هذا الفارق فهو اللي فقط يمضي معه لماذا يدخل رئيس فارق وفاق سطيف أو رئيس فارق مولودية الجزائر أو لماذا هذا الأمر يعني يزعجهم إلا إذا كان أمور خارجة تحت يعني غير يعني أو العرف عزيزين أمور خارجة عن يعني ما هو اللي نحن نشوفوه كامل كامل متبعين قانوني ربما ما أكيد يكون فيها غضب من تلك النحية لأنه شفنا فشل صفقة انتقاله إلى زمانك كانت أمور يعني في هذا سياح دخلت فيها عمولة دخلت فيها طالعا على هذه الصريحات اللي نشرت في لا لا شوف هي والله العظيم غيرا أن ناس يتطلع في المستوى ونحن نحبطه فيه يا سيدي مهما يكون هذا الإنسان هذا جاء من مصر وإنسان جاء اللي يشوف اللعبة ويتكلم معاه من حقه يدخل وانت واشتخلك انت واشتجابكم انت ومتين ترح وفليك لا بتوعكم يعني حتى هذا الشيء لا يشرف صلاة اللزاء احنا في صدد تقديم ملف لاحتضان كان 2025 نحتاج لحلفاء في المكتب التنفيذي نعرف أنه مصر فريق الأهلي يعني قلت الأهلي تقول مصر يعني نقول عندها وزن داخل المكتب التنفيذي لك فكفانا من هذه التصرفات وهذه التي تسيئ نصر ما التصرفات اللي خلو هاته التصرفات اللي خلو هاته السيد الديليغي هاته الربريزنتان الأهلي يدخل سيد موسى ويشوف المنشأة هاته سلم وفيزيتها وفيزيتها وغالو إذا تلقى بالله هاته 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 جمليح التنديم الكانت عشرين خمسة عشرين هاته جمليح تانيت عادي يعني نرحبو به وهذا شي طبيع وهذا ما خليهم يهضرون وها في الرد المباشر مباشرة باش نربطه قادية مع أخرى هاو لعب المنتخب مدى غشقر لعب رقم لعب ريواق لعب سلومان بيو نونا سلومان بيو نونا اسمه الصعب نوعانما أمضى في المولودية يعني تنقى رئيس المولودية ودخل عند اللاعب ومضمعه وتصور بيقاميس الفارق يعني هادي شي طبيعي يعني انتاح تمضي مع لعبها كمضيت مع لعبها بيانسير بيانسير هذا تاني جابش قندوسي تصور بالقاميس تعلقال آلي وينشروها في ستة حوم وفي مصار والدنيا نجبنا لعب جديد وهدي شي طبيعي هذا وش بيهم فسا في مولودية دو هدك اللي يضروا عدك لعب رقم سبعة من لعب موهوبة وشفتوا صفقة على شهرين صفقة في المستوى إذا بقات إلا في إحسين استقلالها وبقات يعني من الجانب التقني الأمر مطاروكي لمدرب أما إذا دخلت أمور أخرى شوف ستنطري بونجور ستنطري بونجور أنا فور مو سي أمتي محرز أمتي محرز اللي بتاعه قاعس محرز سير مو لو كنت عدر معا يقول لك أنا موني دور سير 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 ولكن عدة لعب يكونوا في المستوى أرزدين ولكن إذا ما يمضيوا مع الفرق الجزائرية نذكروا نذكروا عن دريا لعب بتي حد العاصم على لعب ممتاز ولكن نتلقى إصابات هنا أنا مختهر نظن ينجح نظن ينجح إن شاء الله إن شاء الله ينجح مدى بينا إن شاء الله ينجح إن شاء الله ينجح لأنه زامله ولد بلاده أبعض دي جنجح في الحراش ونجح في مولد الجزائر نظن يكون سقساه وقنسية يقول الملودية نظن متى بينا إن شاء الله ولكن أرزدين لكيا ينجح الدنيا المحيط بالفريق نقول لك لازم يكون مونطل موين لازم يكون فور نظن عندهم مولودية الاختراضة نظن عندهم مدرب كومم لبس به يعني لك خليوله الوقت رح يتحسن الفريق معه إن شاء الله هذا ما نتمنى هكيد مواصلة ندلنا عزدين كذلك الحادث عن حالة اللاعبين والإمضاءات نتحطوه كذلك عن دوليين جزائريين أندي ديلور يلتحق بنادي نونت الفرنسي بعقد مدة سنتين ونصف قابلة مع خيار مع خيار شراء مع أمكانية شراء نقول أنه ننتقل من نادي نيس إلى نونت أنت مع هذا الانتقال عزدين في هذا الوقت بدأت في مركات الشيطة لا تنساش باللي لا لا أنا معاه بدأت أنت في فارق نيس كان لابنسانس اللي جابه اللي معاها صاحبه تانيت خداله خدا شوية خداله بلاستو خداله بلاستو مام دولار تبليسة تبتي تبليسير مسكولار ما كان شي لاعب و لكن كان يدخل كان يسجل ولكن حوه حووس على دوة طن دو جو أكتر ما تنساش باللي فارق نانت فارق عارق في فرنسا السبعينات و ستنات كانت مدرسة مام لجو كان يقلوا بالنس ليشفاء لجو على نانت health خرجوا لعبين كيبار من الفارق نانت اللعب في الفارق الوطني منهم دايشان دايشان كان لعب في نانت دايشان كانوا لعب في نانت كان العقل و لا يعتبر لدينا السلام و لا تنسى بأن أوروباليك لأنيمت بأن لقد كانت المخلصة أليس أن ينجح هذا ينجح أنا أنا لنا لست تلعب و فريق شاب هل كانت الكبس هذا الشخص مناسب لعلم الجديد نضربت فيه دولا كلهم واني ولا ماش اه لا لهم نفت كنا في نانت ومبعد الله يلعى فرانكفورت كان يلعى فرانكفورت كان يلعى في نانت استين كلوب كي فرم دي بون جوار ود لكاليتي تانيت أنا بور موراني داكور معه حتى ربما كت عمدوا منافسة في نيس شديداً وعندما شي شديداً ما هو جزبين بريوت لتبليسة فيها جاتو وكان جميل آخرين مام لسيستم دي جيو اللي كان يلعبه المدرب هذا كي كان معاقلتي كان يلعب كي كان معاقلتي اللي راح لباريسان جرمان كان يلعب خلس لسيستم جيجو كان يلعبون جنرال طرواء كات دو كان يلعب كات كات دو كان يلعب ولكن هدا ليسين فابس مدرب ما شما ما تانيت لباس بي ولكن بالإصابات المولي جاتو فلاكويس جواد فريزيسكيو تانيت والدنيا وتانيت يخدم بزاف تانيت عنده يخدم بزاف لاشارج تانيت تبليزة ما تشيها دايا والدنيا ولكن الخيار تعورا نتذكر معه عالطال يصاب مجددا زكريا بعد مدة طويلة من غياب بعدها رجعي للمنافسة تخل في الدقيقة تقريبا لعب حوالي تناش من دقيقة إلى تلتاش من دقيقة دقيقة واحد ودس ساعين يتعرض الإصابة الموجددة يعني والله كانت صدمة كبيرة يعني العالم الفوتبول اللي تم الناس كامل كانت تسنى فيه ما هو قيل زايد عاود شحال قاعد شحال قاعد هو حابس يعاودي تبليسة بليسة وهكذا في فريق يعني محترب كما نيس تقول هو غلط ما نظنش تقول الميتسان غلط ما نظنش لماذا هو هكذا الله حالة حالة لازم يقروع عليها ما شوف شوف زكريا أنا تكلمت على لوكات ياعو هذا يا تكلمت على لوكات أول لوكاتيه هو أول لوكاتيه هو فزيولوجي وكذلك فزيولوجي على بلك هو فزيولوجي هو التكوين وهذا لكي تفهم وتسمع الموسك لديه صديق من الموالف نحن في الجارة لا نتفعله لأنترنمان ساعة ونصف على الدار هكذا هو المشكلة التي لديه أبدا هو نظر 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 وكذلك الفريق للنصف تتم تتمل الخمسة تزيد 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 المسكوين تمت لم تستطيع من المشكلة لم تستطيع لتصرف لم تستطيع لم تكن انتظر لم تكن لديه لا مكمل المشكلة المشكلة عدلك لديه كنت لا يتحملوش شارج بزاف بزاف يتحملو يسير تان شارج وكانت زيدلوه يتبليسة وكينا هادية قاع باش نعاودون ونقول له هل اشكتك مازلنا ختمة كبيرة كبيرة في الجزائل نعاودون ونقول له لا فورماسيون تعليجون ولا حبيت طلع ديجون ما رحوش بعيد نانا نطيقوا ميتات صغير جدا باش نأكد على وشاني نقول ما حرس ما توا تبليسة بليسي المشكلة لا 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 يوجدوش بشي المشكلة لا يوجدوش المشكلة كبيرة لا يوجدوش بجي المشكلة لا يوجدوش بجي المشكلة وكينا نتعرف دربعة كيلو ودعا لدرجة انا نعطيك خمسين كيلو لا تقضي لها هذه هي هذه هي مشكلة كل مشكلة يتحمل حتى في بعض الاحيان نشونا لتذكر روجيميلة لا نصير روجيميلة خطأت جورجوية 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 كان كتير الإصابات بعدها لما توجه إلى الطبيب يعني قالوا عندك مشكلة في الأسنان في الأسنان شوف شوف لا تقضيك سينكا يقرأوا عليها نشان يقاوم لا تقضيك المشكلة لا تقضيك المشكلة وعالج الأسنان عالج الأسنان وعالج المشكلة والله اللعب أتروا على القلب يأتروا يأتروا على القلب كان الناس مالابل هاش تشيبوا أولادهم سنان مقهرة يبين والله أغنى نخليه لا لا راح تديم أخذ سورتونا يدين رياضة يأتل على القلب ثانيت وشبك؟ وعندو خمس سنين عزدين عندو خمس سنين هو في أتروا على العضالات زكريا أتروا على العضالات المقربة بيانسير لا 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 أن أوروبي لعندك الدرسة ما تلعب ما يمضي لك ما يمضي لك يعني شنال لعبتك رحل السيمين على جلال جنسي وبرك ما أمضي شوف شوف ما يمضي لك ما هو شحناه ما هو كبير شوف أنا حتى ربما النظام المعيشي صح نحن اللεια لا 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 أعلم أني قال لك لا وكان دي ربعت وما عندهم رابور ميدي كوتا فارق نيس وكان يحطان فالريزوسوسيو تصيب كلامي وشان يقول هذا كوه هذا شي طبيعي هذا شي طبيعي يعني قطيت كنكا معرز معرز يا اخي ما والو كي كان في اليشتير ونفوة انجلي درامو عالي جدا عالي جدا ما تحبش قاع ولا سمعته جاتو ضربة في المولي ولا في لسي سيجون بي كان كوينو محترف وكان صعب تدريجي اكزاكتو مو لا شارج جيك بشوية فارق في درجة تانية فرنسية لا شارج جيك بشوية بشوية بعدها مع كوينسبارك مع اليستير سيتي اليستير سيتي محرز مدرسان تردفورماسا وشان يقول لها ولكن دردفورماسا ولكن درفارق ولكن ليزيكي بلعف فيهم عندهم دي برپاراتور فيزيك عندهم كدا يعرفوا شي من دوله لكن انتا زكريا تصيب لعب 80 كيلو متر وتسعين تقدمو كما واحد 60 كيلو متر وتسعة وخمسين ماشي كيف كيف هاداكو ما يعرفوا هاداك شي انا اقدم كيف 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 انا حتى حارس المرمى يدرب مع المشاهد اه حارس المرمى يتيري شه حارس المرمى يتيري حبزة لي وراهو حارس المرمى يقول له خدمه يتخدم عنا ليساند انا تمزخرج بين هديو ما نتمنى على كل حال انه ما نشوفوش هاد الامور كلها تتحسن نحن نتاقدو فقط من اجل جزائرية ورانا نتحتو على امور واقع يعني رأي معاشها رأي مع موسى رأي نشوف والد الشبان رأي نشوف والد الفيرق تحتو عليها حتى يتم تصحيحها وليس لغرض الاخر حمزة الله ما روي انتقاد هذا هذا رأينا نوره للناس كيفش يكون كيفش يكون لازم تكون كيفش يكون هذا ما كان حبيتو تسمعونا الله مبارك ما حبيتوش كملوه عزدين شكرك على حضرك كثير معنا زكريا كذلك زكريا صرفتنا بحضرك اخر كلمة بارك الله فيك حمزة أعطيكم الصحة ودائما ساعة جدا 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 كي نجيه لها قدم عزدين وحبزة الله يسلم والله جوز تمتم الساعة أعطيكم الصحة نشكركم نشكركم كثير نحييهم نحييهم ونحييك من الأسرة إن شاء الله بارك الله فيكم أكيد تحية لكل عائلتي بن خنوش بارك الله كبيرة وصغيرة الله يحبك بارك الله عزدين شكرا شوف أنا جدا مصروري تلاقيت بخويا زكريا شاك فتانيت حق دا القصرات حصات جوز خفيفة تانيت عندي إهداء لفامي بوكايز من البياء وما بطل على كل حال من ديلي براهيم تانيت مديلي براهيم سلت الحجة هذه تحوم تانيت ربي بارك الله في عمرها ونحيي قلت من لفامي بوكايز ديلي براهيم وفي البياء إن شاء الله يكونوا بخير وعلى خير ويسمعوا الحصات عنا إن شاء الله تانيت وقد وعدك بقلب اللوس أو قل لك غدوا إن شاء الله أو قل لك غدوا قال لك نمدو الخالد ما مشيلينا ماش عرفوا إلا يصحنا ولا لا 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 قل لها مورادة ويجب باك مورادة وقال هكده وادي لفامي بوكايزة منسبان أحبو دوك خلطوا عالوه خلطوا عالوه ما كاش مشكلة أسدين إذا ميجوز على الديوانة عزدين قل لك الخالد وقل لك حبو يمدونا يمدونا ما أحبوه شاكوى هذا ما كان أزدين نشكرك على حضرك معنا أنا بدور يحيي الفريق التقني الذي سهمه في إنجاز هذا العدل والرأسي من المخرج خالد وكذلك مهندس الصوت خالد إضافة تني إلى إسماعيل زيريم أحمد خراز عبدالإله نصري عبدالحليم تشيكمان زملاء القسم الرياضي عليم قروس فتح جزيري عليم قروس فتح جزيري يوسف زنطار وعبدالحاكيم حمتاني نخاف ننسى وحد فيهم أزدين إبراهيم إبراهيم نحيه إبراهيم أكيد إبراهيم المتعلق إذن بهذا إن شاء الله نكمسين حتى وحد أشكركم أنتم كذلك مشاهدين على حسن المتابعات والإسقاء وعلى أمل اللقاء بكم في عدد قادم بحولكم